مع بعض الكنواء هشيل بس الوقت واقول لكم ايه المقدار الصح اللي مناسب علشان تسووا الكنواء كل كباية كنواء بيتكتب عليها كل كباية كنواء مكتوب عليها بتاخد كبايتين ميا الكبايتين الميا دول فين الحلة كبايتين الميا دول بيخلوها تبوش انا لقيت انه انسب مقدار للكنواء بالذات لما اندخلها بعد ما نسلقها في وصفات اهي من جاهزة مسلوقة حواري ما تبقاش مهرية اهي بصوا بتبقى بالشكل ده ناس كتير بتتهري معاهم الكنواء لأ اهي مجرد انا عايزة الكاميرا بس تقرب الرنج شايفين الرنج ده فيه حلقة اللي هي مليانة الياف هي الالياف اللي موجودة هي دي اللي بتفصل عن الكنواء من غير ما تتهري الكنواء همش هتتهري ازاي تعالوا نجيب الكنواء ونعمل المقدار مع بعض رياحوا نفسكم واستخدموا الماجرين كوب اهي دي ده تقريبا كوباية اوكي هنحط الكوباية هنا وحناخد الميا هنحط كوباية و3 اربع علشان نسيب ربع لسواء تسوت زي الرزوتو سواء تدخلت مع التابولة زي ما هنعمل فقادي نفس المقدار كوباية وقادي الثلاث تربع فقط لغير تغلي غلوة واحدة يتوطى النار عليها ما يتحطلهاش ملح ما تحطلهاش اي حاجة اللي انا ممكن ادخلها بالحلويات عملنا قبل كده فاكرين كنترول عملنا بارز بالشوكولاتة والفول السوداني منها خطيرة سوبر مقرمشة فهنحط دي كده خلوني ابعدها على العين البعيدة سنة هناك اول ما تغلي غلوة هنغطيها خلاص وننساها حطاها على نار خفيفة حطوها في علبة في التلاجة على السحور طلعوا اعملوا حاجة فيها دخلوها على الفطار الحاجات دي بتقعد ما بتعجنش زي الرز طيب تيجو ندخل دلوقتي الكنواة في تابولة تابولة من اشهق السلطات الشامية مش هقول بس لبنانية كل بلدان الشام بيعملوا التابولة وليها تقوس حلوة قوي التابولة بتتاكل دايما كده طبق على صفر لبنانية لجنب الفاتوش وجنب الحمص والحاجات دي اساسها البقدونس هنغسل البقدونس كويس بعدين نفرمه اغسله ونشفه موما كانت تغسل البقدونس يعني تقلقته كده تاخد الورق بس كده وتغسله كويس كويس بعدين تحط فيه تنظيفة في المطبخ كبيرة وتحط عليها البقدونس ينشف وتغطيه بفوطة يجي تاني يوم بتعملها بالليل الصبح يبقى البقدونس نضف من غير مية نفرمه هنحط له ايه هنحط له الطماطم طماطم التابولة نشفه متشال منها البزر والمية علشان تبقى كده كريسبي زي ما انتوا شايفين وبحب نسبتها تبقى عالية طب هي التابولة بتتعامل اصلا بايه يا شاف تتعامل بالبرغل والبرغل مفيد بس البرغل مش خالي من الجلوتن بمعنى انه الناس اللي عايزين قلياف اكتر ومش عايزين جلوتن حيلاقوا الكنوة مناسبة جدا وهي شبه البرغل قوي هنحط نعناع شايفين كمية حلوة من نعناع كمية حلوة من البصل الاخضر وحنحط الكنوة في الكنوة ناخد مقدار من الكنوة قد مقدار اللي نحطه من البرغل في مطعم دلوقتي بمحطوش برغل اصلا في التابولة انا بالنسباني لأ التابولة يعني لازم الحتة اللي فيها دي البرغل الكنوة وانا دايما على فكرة بحب ادخل الكنوة فيها لانها مفيدة لمونها بيبقى كتير كمية من اللمون كتير لازم بقى مززة سلطات الشمية مززة قوي احنا تايم يا كنترول طيب يلا نطلع فاصل نرجع نكمل التابولة ونغرفها وبكده يبقى عندنا كل اطبقنا اللي مليانة الياف وكل واحد بعنصر مختلف جهزة ونعمل مع بعض كركديه صحي وشاهي ومفيد بعد الفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزتون اللي منحطه كده بكمية وفرة اهو ونحط الملح وحقلكم سر لذيذ من اسرار التابولة بيتحطلها مع انه مش هتحسوا بيه قوي بس ده من الاسرار بتحطلها سنة قرفة ذرة قرفة شايفين دي دي اسرار اتعلمتها من غزة في حد من سحابي دايما التابولة بتطلع معاهم فيها طعم كده دي درة شطة بودرة جربوها هتعجبكم ومنخلطها كده شايفين بتأكد انه كل حاجة شربة الزيت واللمون والملح الاكل دايما بقول ذكريات يعني اول ما اعمل الطبق ده وده بيسموه عندنا اللجن معرفش في مصر اسمه ايه يا جماعة في بلاد الشام بقولوا عنده اللجن اللي بيعجنوا فيه واللي بيخلطوا فيه الكميات الكبيرة من السلطات على طول بيفكرني بتيتك كنت بحب اقعد معاها في المطبخ دايما وانا صغيرة سيب الولاد كلها بتلعب في الشارع وانا في المطبخ تعالوا نغرفها بالطبع ونغرف التابولة اذا تابولتنا النهاردة بالكنوة خالية من لجلوتن لكل الناس اللي بيحبوا التابولة والبرغل من الحاجات اللي بتخليهمش يكلوها لكل الناس اللي ما عندهمش حساسية مندخل الياف وفوايد واحمد امينية لينا مفيدة جدا تعالوا عشان نعرف انه فيها كنوة ناخد جزء كده من كنوة ونحطه فوق وبقت جهزة دلوقتي حنعمل الكركة دي